الاسلام هو اللي علمنا المدنية عشان ما اقول دولة مدنية ودولة دينية المسألة الدولة الدينية مسمجة من محاربة الاوروبيين للكنيسة لكن اليوم قوانين فرنسا برمتها مأخوذة من الدين الاسلامي يعني لا نقول من وجهة نظري يعني ان خطأ مسألة الدولة المدنية ودولة دينية بالاسلام لكن الاسلام هو من بنى الدول ومن بنى القوانين والقوانين انتشرت انتشار كبير في اغلب الدول الاوروبية والان اليوم يتكلمون عن صفر الفائدة صفر الفائدة شنو معناته محاربة الربا نعم انها ما في ربا تأسست بنوك اليوم بعد ازمة 2008 تأسست بنوك في تقريبا سبع بنوك في بريطانيا خمس بنوك في حسب علمي من قبل شمس سنة كلها تتكلم عن صفر فائدة يعني ما في ربا فاليوم الاسلام هو الدولة المدنية